بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم معلمتكم فاطمة اليحية لمادة المهارات الحياتية والأسرية للصف الثالث الابتدائي حتى نستفيد سويا من الدرس هنا قوانين للصف الافتراضي سوف نتفق عليها ألا وهي أبحث عن مكان هادئ أجهز جهاز الحاسب الآلي أو جهاز اللابتوب استعدادا لمشاهدة الدرس وأجلس جلسة صحيحة أتعلم جيدا حتى أتفوق أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث أجلس حتى انتهاء الوقت إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة موضوع الدرس بإذن الله سيكون عن فتح وإغلاق السحاب الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على مهارة إغلاق وفتح السحاب الأهداف الخاصة ثلاثة أهداف أولها أن يعرف الطالب والطالبة السحاب ومكانه في الملابس أن يمسك الطالب والطالبة السحاب وينزله للأسفل لفتحه أن يمسك الطالب والطالبة بالسحاب ويرفعه للأعلى لإغلاقه أهلا بكم يا أصدقاء السلام عليكم مستعدين لنتعرف على صديقتنا نورة وملابسها الجميلة هذه هي ملابسها ما رأيكم يوجد لدينا قطعتان قطعة تحتوي على أزرار وقطعة تحتوي على سحاب قبل البدء سأريكم طلابي وطالبات ما هو السحاب وما هو شكل السحاب حسنا هذا طلابي وطالباتي هو السحاب يتم وضعه وخياطة على الملابس حتى ماذا يتم ماذا إغلاقها نشاهد هنا أيضا شكل آخر لأشكال السحاب هنا ذو لون ذهبي وكبير هنا ذو لون فضي وأبيض إذن بهذه الكيفية عند إمساك السحاب يتم الإنزال النزول وماذا تم الفتح في حال رغبتي بالإغلاق لابد أن أمسك بالسحاب وأصعد بالأعلى حتى يتم ماذا الإغلاق هكذا 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 قمت ماذا بالإغلاق إذن هذه القطعة هي الآداء التي أتحكم باستخدامها أو بمسكها في الفتح والإغلاق إذن صعود إغلاق نزول فتح صعود إغلاق نزول فتح ننتقل إلى الشاشة ونشاهد ماذا لدينا طلابي لدينا صورتان إحداهما ماذا إحداهما لقميص ذو سحاب وآخر ذو أزراب بارك الله فيكم الصورة التي تم تحديدها هي للقميص ذو السحاب حسنا طلابي وطالباتي الآن على الشاشة أستعرض لكم أشكال السحاب هذا هو السحاب هنا أيضا أشكال وألوان وتصاميم مختلفة أيضا للسحاب حسنا نشاهد طلابي وطالباتي هنا أصدقاؤنا يستعرضون لكم ماذا سترات يرتدونها ذات سحاب نرى صديقنا الولد يقول أهلا سترة لونها خضراء هل تشاهدون السحاب؟ نعم نشاهده أيضا صديقتنا في الأسفل نشاهدها ذات سترة لونها وردي تقول هل تشاهدون؟ نعم نشاهد السحاب أيضا طلابي حيث أشيروا الآن بعلامة المؤشر الأحمر في هذه الصورة نشاهد بأنه يقوم بإمساك السحاب والنزول للأسفل حتى يتم فتح السترة في الصورة التي بجانبها بالضب نرى صديق أيضا يمسك بالسحاب ويرفع السحاب إلى الأعلى حتى يتم ماذا؟ إغلاق السترة بارك الله فيكم أحسنتم هنا طلابي وطالبات نرى صديقتنا تمسك بالسحاب ويدها متجهة إلى أين؟ أسفل أم أعلى؟ اليد متجهة إلى أين؟ أسفل إذن تود ماذا؟ فتح السترة بارك الله فيكم في الصورة التالية نرى صديقنا ماذا؟ ممسك بالسترة ويده تتجه إلى الأعلى إذن يود ماذا؟ إغلاق أم فتح؟ سأنتظر الإجابة إغلاق أم فتح إذا كنا سنمسك بالسحاب وسنتجه إلى الأعلى أعلى إلى الرأس سنمسك بالسحاب متجهين إلى الأعلى سنقوم بماذا؟ إغلاق أم فتح؟ إغلاق بارك الله فيكم إغلاق حتى يتم تحليل هذه المهارة لا بد على أولياء الأمور الانتباه على نقطة عند تعليمهم طريقة كيفية فتح وإغلاق السحاب أولا لابد على الطالب أن ينظر إلى السحاب ويحدد موقعه بعد ذلك لابد أن يمد يده نحو السحاب ويمسك به بعد ذلك يبدأ بسحب السحاب وإنزاله للأسفل حتى ماذا؟ حتى يتم الفتح الآن طلابي وطالباتي أرجو منكم جميعكم إحضار الكتاب وفتح على وحدة المهارات الحياتية والأسرية درس إغلاق وفتح السحاب نشاط رقم واحد يقول ضع نجمة أسفل السطرة التي تحتوي على السحاب هيا طلابي أعتقد الآن أنكم جاهزون للإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح لقد استعرضنا السحاب وشكل السحاب يا ترى أين السحاب على الصورة هنا أو على الشاشة؟ هيا هل هذه القطعة تحتوي على السحاب؟ أم هذه القطعة ذات الأزرار؟ هل تشاهدون الأزرار؟ إذن أين السحاب يا ترى؟ أين السحاب؟ بارك الله فيكم أحسنتم نشاط رقم اثنان ننتقل إليه يقول صل بين السحاب والسترة التي تحتوي عليه نستعرض الآن حيث أشير صورة السحاب هذه هي صورة السحاب هل هذه السطرة هي التي تحتوي على السحاب؟ أم هذه السطرة؟ هيا تركيز تركيز فالمعلمة اتضحت أو وضحت ما هو الفرق؟ بارك الله فيكم هذه هي السطرة التي تحتوي على سحاب نشاط رقم ثلاثة ننتقل إليه يقول ضع دائرة حول مكان السحاب في السطرة مكان السحاب في السطرة هيا طلابي هيا أحسنتم بارك الله فيكم إلى هنا طلابي ننتهي من درسنا لهذا اليوم حتى يتم تعميم المهارة يجب على أولياء الأمور تدريب الطالب والطالبة على فتح وإغلاق السحاب فيما يخص التوصيات لا بد من المراء الحرص على المراجعة الدورية عند انتهاء الحصص حل الواجبات المدرسية التركيز على رفع مستوى الدافعية والمتابع ونقل الخبرات والأثر التعليمي من خلال ما نشاهده في الحصص الدراسية إلى المنزل حتى يتم تعميم المهارة واكتسابها بشكل كامل وتام من خلال تدريب الطالب والطالبة على ماذا؟ إحضار السترات وتعليم الطالب كيفية مسك السحاب وتكرار إلى الأعلى يا طفلي هذا يعني أننا سنغلق إلى الأسفل يا طفلي هذا يعني أننا سنفتح بهذه الترديدات أو بهذه التكرارات سيتم ماذا؟ سيتم حفر هذه المهارة في أذهان الطلاب بإذن الله إلى هنا ننتهي من درسنا لهذا اليوم استودعتكم الله إلى اللقاء